السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعاتنا اليوم الأربعاء 16 تشرين الأول أكتوبر القمر اليوم استقر في برج الحمل ورح يظل موجود في برج الحمل لغاية الساعة 7.59 دقيقة مساء يوم الخميس بتوقيت جرينج طبعا القمر اليوم رح ينتقل بعد منتصف الليل أو في فترة الساعة 38 دقيقة مساء يوم الثلاثة بتوقيت جرينج انتقل القمر من منزلة الرشا لمنزلة الشرطين وهي منزلة جيدة لكل ما يخص النساء وغير ذلك فهي سيئة جدا ومن الأفضل عدم البدء بأي شيء جديد وهي جيدة لعلاج الأسنان العمليات الصغرى تقليم الأظافر وقص الشعر أيضا الساعة 4.55 دقيقة بعد عصر اليوم الأربعاء بنتقل القمر من منزلة الشرطين لمنزلة البطين وهي منزلة جيدة لتهديئة النفوس والإصلاح والبدء بكل شيء القمر اليوم بما أنه في برج الحمل معناته خلال هذا اليوم منشعر بأن أكثر نشاط في العمل في حياتنا حتى في حركتنا وأكثر تصميما وأكثر استقلالية وممكن نبادر أو نبدأ بمشروع جديد ولكن من المرجح أن تكون أفعلنا متسرعة أو متهورة علينا أن نكون حذرين على الطرقات أثناء الحركة أو قيادة السيارات منلاحظ أيضا خلال هذا الوقت أنه منفقد صبرنا في تعاملاتنا مع الآخرين وهذا الشيء ممكن يؤدي لمشاكل وحجج غير ضرورية منفقد دبلوماسيتنا وبتسيطر علينا العصبية وفرض الرأي والتحكم بالغير أثناء وجود القمر في برج الحمل يوصى بإجراء فحص للعيون إذا لازم الأمر لذلك وأيضا تعديل تسريح تشعرنا أو القيام بحفلة ما بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا عندنا زاوية وحيدة اليوم وهي زاوية بطيئة زاوية التثليث إيجابية بين الزهرة وبين نبتون هذه الزاوية رح تكون الساعة 12 و 48 دقيقة فجرا أي بعد منتصف ليلة ثلاثاء على الأربعاء بتوقيت جرينيتش بتضفي علينا نوع من الجاذبية خلال الفترة القادمة اللي هي تقريبا خمس أيام بتضفي نوع من الجاذبية والقبول بتجذب الآخرين لإلنا وبتجلبنا السعادة العاطفية والفنية وبتسمح لنا بتحقيق مشاريع مهمة بالنسبة للعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية وما لازم نعمل عملية جراحية كبرى لإلها إلا إذا كانت اضطرارية جدا وأيضا بدنا نكون حذرين من الضغط الدم وميوعة الدم بهاي الفترة والأشخاص اللي باخدوا مميعات بدهم ينبهوا الطبيب أو ينتبهوا لهذه المسألة طبعا الأعضاء الأكثر حساسية الرأس والأسنان واللسان والعضلات المخططة والقضيب والمرارة والشريين والدم هاي الأعضاء هي الأكثر حساسية طبعا باقي أعضاء الجسم أيضا اللي باخدوا مميعا الدم بدهم يكونوا متنبهين وما بنصح برضو للعمليات الجراحية بهذا الوقت إلا إذا كانت اضطرارية لأنها ماء راحل اكتمال القمر هذا اليوم مناسب جدا للأشخاص اللي بيرغبوا لعمل الحجامة أو بيحبوا يعمل حجامة أو تبرع دم فهاي فترة ممتازة طبعا غير مناسب لعمليات التجميل الجراحية ولكن الحقل بشوف ما فيها أي مشكلة لا يصلح لإزالة الشعر الزائد بالليزر أو الطرق التقليدية إلا الأشخاص اللي ما بيعانوا من كثافة الشعر يصلح لقص الشعر التجميلي يصلح للصبغ للحنة ولكنه لا يصلح للقص العلاجي القمر بما أنه موجود في برج الحمل خلو المسار القادم زي ما حكينا يوم الخميس بيبدأ الساعة 27 و 26 دقيقة مساء بتوقيت جرانيتش وبيستمر حتى تمام الساعة 57 و 59 دقيقة مساء بتوقيت جرانيتش أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار المكتمل عمره 14 يوم في تمام الساعة 22 و 26 دقيقة عصرا بتوقيت جرانيتش بيبدأ اليوم الخمستاش نسبة الإضاءة 99% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الميزان حتى يوم 22 سعيد بنسبة 15% الآن ساعة المساء منتحس بنسبة 15% القمر في الحمل حتى يوم 17 سعيد الآن بنسبة 15% ساعة الفجر منتحس بنسبة 25% ساعة الصباح سعيد بنسبة 15% ساعة المساء سعيد بنسبة 10% عطارد في العقرب حتى يوم 2-11 سعيد بنسبة 15% الزهرة في العقرب حتى يوم الغد 17-10 منتحس سعيد بنسبة 45% المريغ في السرطان حتى يوم 4-11 سعيد بنسبة 60% المشتري في الجوزة بيتراجح حتى يوم 4-2 منتحس بنسبة 60% زحل في الحوت بيتراجح حتى يوم 15-11 منتحس بنسبة 10% ورنس في الثورة بيتراجح حتى يوم 31 منتحس بنسبة 5% نبت في الحوت بيتراجح حتى يوم 17 منتحس بنسبة 10% وبلوتوف الجدي حتى يوم 19-11 سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل ثقتكم بأنفسكم كبير وبعمكم النشاط وبتسيطروا على زمام الأمور اليوم وبتنجحوا بتدفع بمصالحكم حان الوقت لحسم الأمور العالقة وحلها وإتمام بعض المسائل اللي كانت تؤجل اليوم ممكن تسمع جواب كنت بتنتظره أهم مش إنك تتحرك ما تنتظر إنه الفرصة تيجي لعندك أنت بدك تذهب باحث عنها أو تنشط باتجاهها وما تضيع الوقت وهذا اليوم يعتبر بداية جديدة برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا هذا اليوم بيتطلب منكم عدم المبالغة في مجهودكم الجسماني ضعوا سلم الأولويات للعمل الضروري والعجل انتبهوا لغذائكم لراحتكم ابتهدأ الوتيرة وبتتأخر النتائج والبضائع والمعاملات وممكن تشعروا ببعض الخيبات ابتظهر خلافات أو التباسات طباعك متقلبة ومزاجك متعكر حاول إنك ما تخال في القوانين لأنه ممكن تخسر أكثر مما بتتوقع برج الجوزاء بالنسبة لموليد برج الجوزاء بتنشطوا اجتماعيا بتلتقوا الأصدقاء منكم أشخاص ممكن يشاركوا في حفلة أو مناسبة سعيدة وبإمكانكم تعبروا عن آراءكم بحرية وجراءة خلال هذا اليوم بتنقذك سرعة البديهة من المواقف المحرجة وبتسكنك أحاسيس متناقضة لكنها فترة مناسبة للتحالف ولمد يد العون للزملاء برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان بتظل الفرصة متاحة للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل واللي بيعملوا بينجحوا بإثبات جدارتهم للمسؤولين وبإمكانكم تحافظوا على إنجازاتكم القائمة حاول أنك توضح كلامك وتبرره بشكل جيد برر وجهة نظرك بشكل واضح كون جاهز للقيم بزيارة طارئة أيضا أو للاتصال بأحد الأطراف بتكون الظروف داعملة إلك لأفكارك وممكن تهتم لبعض الاتصالات والمشورات لكن لا تكون مهمل وما تترك انطباعات سلبية عنك برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد بتنشطوه في السفر بالاتصالات البعيدة بالعلاقات مع الأجانب برضو هذا اليوم مناسب لاجتياز امتحان أو إجراء مقابلة يظهر تعاون أكبر مع الآخرين مع الجهات المسؤولة بتكون الظروف مناسبة لبحث مواضيع جديدة أو لاختبار تجارب مختلفة وبتشعر بالاعتزاز والفخر اليوم برضو جيد للقاءات والمناقشات العاطفية أهميش إنك ما تستسلم وما تردخل شروط ما بتناسبك وناقش بمنطق برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء بتظل الأمور المالية بتشغل فكركم خلال هذا اليوم ولكن الفرصة برضو متاحة لمكسب الوصلة بشراكة أو تعويض وبيتوجب عليك عدم مخالفة القوانين والإرشادات وعدم ترك الأعمال ناقصة ومهملة كون متفاهم لوضاع الآخرين ولا أراءهم وتجنب الكلام الجارح وكون دبلوماسي برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان بترغبوا في تدعيم شراكاتكم هذا اليوم ولكن القمر موجود مقابلكم يوم مناسب للقيام بعمل بالطلب تعاون من طرف ثاني بتكثر الواجبات وبتتزامن ممكن تشعر بالهلع لضيق الوقت حاذر التراجع الصحية أيضا لأن وطاقتك ضعيفة حاول أنك تتبع النصائح والتعليمات وتجنب المشاكل وما تتسلط برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب أنجزوا ما ترى كم لديكم من عمل اليوم تجدوا تعاون من بعض الزملاء نظموا جدول غذاكم خذوا قصة من الراحة من حين لآخر ممكن تبدأ مرحلة مهنية جديدة لكن هذا ما بيعني أن المرحلة رح تكون سهلة بتكثر الواجبات وبتتزامن ومن الحكمة عدم إهمال الإشارات مهما كانت بسيطة وحاذر من المشاكل الصحية برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس بتزداد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم اليوم فرصة قوية جدا ومناسبة لمصالحة أو لتسوية وكذلك للتعارف والارتباط نشاطاتك متنوعة وثقتك بنفسك عالي وقدرتك على استيعاب الأمور ممتاز جدا وتعتبر هاي فترة إيجابية لازم تستغلها بكل قوتك برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي بترهبوا في إدخال تعديل على مسكنكم والتفاهم مع أفراد العائلة ممكن تحتاج المسائل الخاصة والعائلية لمناقشة وحوار بهدوء بدون عصبية وحدية رغم أنه ممكن تظهر بعض الضغوط والمتاعب والمعاكسات اللي تخليك متوتر وتفقد التركيز أو السيطرة على عصابك فعشان هيك لا تعرض حالك للمحاسبة وربما لا تحديات واستفزازات بسبب عصبيتك برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو بتنشطوه في السفر والاتصالات ومنكم أشخاص ممكن ينطلقوا في مرحلة مهنية للترويج لمشاريع بنجاح خلال هذا اليوم أو الحوار والنقاش مع أشخاص خارج البلاد هاي الفترة مناسبة لتقديم الامتحانات وللمشاركة في المؤتمرات والندوات للتواصل مع الأحبة وبتنجحوا في طرح موضوع حساس أو ممكن تقدم على عمل مهم أو تقدم على عمل مهم أيضا بتلفت الأنظار والإعجاب إذا انطاقة عالية خلال هذا اليوم لمصلحتك برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت بتظل الفرصة متاحة لمكسب مالي هذا المكسب عادة بيجي من عمل إضافي ومنكم أشخاص ممكن يسترد أموال بتعود له أو ممكن يحصل على هدية أو ممكن تقدم على إنجاز أو تناقش صفقة أو اتفاقية عشان هيك اليوم دك تعمل بجدية وتنظم شؤونك المالية وامتنع عن مخالفة القوانين والتورط في مشاريع مشبوهة ركز على الوضع المالي وحل مسالك المالية خلال هذا اليوم هيك منكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء